أحمد بكرة إن شاء الله كيف سألعب ندي طلاعي الجيش من وجهة نظرك والتشكيل الأمثل اليوم طبعاً هنستعرض تشكيل طلاعي الجيش معنا أول حاجة طبعاً هم بيلعبوا أربعة تلاتة تلاتة تمام في حراسة المرمى هنبص على أول حاجة طبعاً محمد بسام في حراسة المرمى الأربعة الورى حسن مجدي باك رايت أحمد علاء مساك يمين وإسلام جمال مساك ناحية الجبهة اليسرى وعلي الفيل بيلعب باك شمال أحمد علاء كان بيجوز مبالح هو غالباً هيدخل القايمة لو ما دخلش هيدخل خالد سطوحي مكانه لكن حتة الباك الشمال علي الفيل دي عمله له مشكلة عمله له أزمة في دماغ كابتن عبد الحميد باسيوني في المباراة الأخيرة حتى هو راح مغير في ما بين الشطين وودة جب أحمد زولة ناحية باك الشمال فعملت له أزمة فدي أعتقد أن دي صغرة لنقدر نستغلها بكرة خسر أربعة بسبب برضو التغير دي فأنت تقدر تقدر أن أنت تستغل الجبهة اليسرى لفريق طلعه جيش بكرة مهمة جدا نيجي بقى للتلاتة المهمين قوي اللي في وسط الملعب بنفس الشكل ده كلنا طبعاً متوقعين أن مهند لاشين هو اللي عيب البوكس تو بوكس هو اللي بيزيد كابتن عبد الحميد باسيوني لأ بيلعب بمهند لاشين قدام الاتنين المساكين عشان كورته حلوة بينزل يسقط عشان يعمل تمرير طولي والاتنين اللي قدامه السيسي ومصطفى جمال الاتنين دول تحديداً نكمل بس لأول طريقة اللعبة برضو أحمد سمير الجناح يمين وناصر منسي نحية الشمال وعمر جمال بيلعب كرأس حربة نجي نبص لي ميزة طلاعي الجيش طبعاً نكمل بقية التشكيلة برضو أحمد سمير وناصر منسي وعمر جمال توظيفه الناصر منسي اللي هو في الأصل أصلاً رأس حربة بيفكرني كده يعني ايه بمنزوكيتش مثلاً لما كان بيلعب كراس حربة ويجي لعبه طبعاً مع الفارق يعني وفخر الدين بين يوسف برضو نفس الفكرة ان انت بتستغله ليه عشان هو بيتحول دايماً يعني لو جبنا بقى الأسهم هنا هنلاقي ان ناصر منسي دايماً بيخش كمهاجم تاني جنب عمر جمال دايماً مش أقوى حاجة في فرق طلاعي الجيش أو فكر كابتن عبد الحميد باسيوني تحديداً أهم حاجة عنده الكرة التانية أهم حاجة عنده الكرة التانية اللي هي ايه للتلاتة الارتكاز هتلاقي الاتنين دول مصطفى جمال ويه عمر السيسي لو جبنا مثلاً الاتنين الارتكاز بتوعنا ولنفترض مثلاً أليو ديانج ويه حمدي فاتحي هتلاقي معمول عليهم منتو من بالشكل ده على طول طول المباراة هو محفزهم كهو طريقته منتو من ركابة رجل لرجل طول المطش فانت وطبعاً معمول عليك ضغط عالي فازاي انت هتتخلص من الضغط ده مهم جداً ان انت تجمع الكرة وان انت تتحول لما لعبنا في المباراة الأخيرة بسرعة التحول من الحالة الدفعية للحالة الهجومية ولعبنا من خلال لمسة واحدة عملنا أحلى مطش وأحلى كرة في الشوت الأول ده المطلوب بكرة انت تلعب لعبك تلعب من لمسة واحدة عشان ميزة كابتن عبد الحميد باسيوني فيه الضغط في وسط الملعب ولكن وطبعاً تحولات ناصر ماهر تحولات كذلك برضو النحية التانية أحمد سمير نفس الكلام أحمد سمير بيخش للعمق وبيشوت عنده الشوت اللي هي الأرطو على طول ناصر منسي بيكمل جنب عمر جمال كمهاجم تاني عشان مفروض ان الباكليفت كان بيتير ولكن هو عنده مشاكل في الجبهة اليسرى حسن مجدي مميز جداً ان هو بيتقدم وبيعمل العرضيات لكن خطورة طلاع الجيش بشوفها في وسط ملعبهم وسط ملعب قوي جداً بيشتغلوا بدني كتير جداً هي المباراة شايفها بكرة بدني صراع بدني من الدرجة الأولى أكثر من فني هو صراع لأنه طلاع الجيش مزيتهم بدنياً عشان كده لازم تحسم المباراة من بدري دايماً لما بتسجل هدف وتأمنه بهدف تاني يعني كريم كان بيتكلم برضو في حتة النواة التغيير بتاعت الارتكاز التالت أنا رأيي كمان لما أنت بتجيب هدف وبتسجل وبتأمنه بهدف تاني بترتاح كتير جداً بتقلل الضغط كتير جداً يعني أنت ممكن تأجل التغييره هو حتى لو عايز يدفع بتلات ارتكاز مثلاً يأجل التغييره دي شوية لما يجيب هدف تاني لا وكمان عايز أذبت كلامك يا أحمد كتير إسلام في نفتيك المطشين مطش سموحة ومطش إنبي بتاعت دور الأول لما نادر أهلي قدر في شرط الأول يجيب تلات أهداف في أول عشر داية هنا أنا في وجهة نظري برضو حتة معنوية أنا ما بقول للعيبة بتاعتي بصوا احنا في شرط الأول ده عايزين فعلاً نطلع كل أسلحاتنا ضد المنافس بحيث نخرج منه كسبانة نصف أنا هنا بقلل من الضغط اللي عليك أنت في شرط تاني أنت في شرط تاني تريح شوية تشم نفسك شوية ليه أنا عندك نتيجة موقفاتك وكمان باستخدام البودلاء وكمان أكيد طبعاً منافس مغلوبة نصف فأكيد هيبزل مجهود بدني أكتر شرط تاني وهيفتح مسيحاته فعندي نسبة إن أنا أكسب أجيب هدف تالت فهي المعادلة هي بزرعة عامة زي الدومينو أنت بتوقع كارت والكارت بيوقع كارت والكارت بيوقع كارت وهكذا أنا في وجهة نظري بكرة محتاجين نطبق الشكل ده وبرضه ما نروح نشوف الفيديوهات كبير ورينا بقى الفيديوهات الكريم نبقى بتالت حالات فنية أنت عايز تستعرض نشوف بقى اللي ممكن نروح لي الفيديوهات نطلع من الخريطة خالص تمام ونقيب الفيديوهات ونبدأ كده بفلاشباك دي مباراة الدور الأول ونشوف نادي طبعا الجيش طبعا كان هو تقدم بالهدف وجيه طبعا أخطر حاجة في طبعا الجيش نتكلم على القرات السابتة ولازم نخلي بالنا أحمد سامير واحد من أفضل اللاعبين السنادي في حتة دي مع عمر الحلوان بصراحة عايز أشيد بالليتيندو أحمد سامير وعمل الحلوان السنادي في الضربات السابتة والقرات العرضية بصراحة كانوا مميزين جدا 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 احنا بقى بالتكملة الكلام اللي قاله سابت وكلام مهم جدا واحدة من الأسلحة اللي كانت عندنا فالدول الأول هو القرات العرضية خصوصا طبعا الجيش فعلا كان فريق صعب قوي قوي اختراقه من العنق فنجحنا من ايه؟ نجحنا من القرات العرضية دي كان هدف ودي كان الهدف التاني اللي جيه في الديقة واحد وتسعين بالتكمل ونشوه هزا الكم من العيد في نادي الأهل فده كان سريعا فلاش باك للمباراة الدول الأول تعال باكت اسلامي نشوف البلدنج أب والتحضير الكرة عند نادي طلاقع الجيش ونبص طيب نادي طلاقع الجيش وهو بيتحرك تعالوا كده نبص على الاتنين دول عملوا ايه؟ واحد فتح الجبهة اليسرى وعمل ستريتش للملعب واحد راح عمل ستريتش للملعب في النحية الأخرى تاني واحد بيفتح الملعب على الشمال وواحد بيفتح الملعب على اليمين لنكاب ناحبة سيوني من المديرين الفنيين اللي بيعتمد على الكرة على الأرض في بناء اللعب هو عايز برض نفس الفكرة يسحب المنافس عشان يشد أكبر عدد من اللعبين ويلعب الكرات الطولية نكمل اللعبة ونشوف إزاي نادي طلاقع الجيش كان بيحاول يسحبنا لنص ملعبه وبيبدأ يلعب البلدنج أب بتاعه أول ما الفريق بيبدأ يعمل البلدنج أبدا على طول بينزل مهند لاشين أو أحمد سمير عشان يسلم الكرة من المساكين أو الفول باكس اللي ورا فاللعبة واضحة جدا 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 هو سيستم الفريق بيلعبين في الشكل ده إحنا محتاجين لازم نعمل الضغط العالي أنا جبت الحالة دي ليه لأن الحالة دي إحنا ما عملناش ضغط عالي وعشان كده الكرة هتفضل في رجل لعيبة طلاقع الجيش لزمن أكثر عدة خلي بالك الكريم في النقطة دي تحديدا أنا مش هقدر أعمل ضغط عليه على طول بمعنى مش هقدر أعمل ضغط عليه كنادي أهلي مش هقدر أعمل ضغط عليه على طول طبعا طبعا لأنه انت تعرف الضغط العالي ده بيحتاج بس أنا عمله شوط الأول لو أنا عملته شوط الأول وأنا لسه في كامل لياقتي البدنية أنا هنا باخد المبادرة المبادرة كانت نسافة المبارات دي مهمة جدا ليه لأنه أنت فعلا في سيناريو ماتش جونة وسيناريو البنك الأهل وسيناريو ماتش الإسماعيلي أنت كنت تفقد الليكة بتاعك طبيعي أنك مضغوط عصبيا وزهنيا والنتيجة ضدك فأنت بتوحط تطلع الباور الزيادة بتاعك في الآخر لأ أنا عايز أعكس أنا عايز أطلع الباور بتاعي في الأول وأبدأ يكون فيه إفشيليسي زي ماتش إمبي وماتش سموحة فأكمل اللعبة ونشوف انت نتلاعي الجيش هيقضي مرة للكورة بس هنا عنده مساحة كبيرة جدا 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 من التمرير في نص ملعب وهو فريق بيحب يلعب التمريرات لغاية كما تتسحب إنته وتبدأ يلعب لك الكوراترية كل دا لسه نادي طلاع الجيش مكمل بيه اللعبة بتاعته وطيب ما إحنا سيبن له المساحة على طول المساحة بتاعت التمرير هنا كابتل الإسلام اتفتحت عشان كده هاي دي النقطة أنا أشوف كان لازم نضغط في اللعبة دي بالذات لازم نضغط ونمنعه نوصل وهو أنس نوصل هنا هو هيقدر يفتح الجاب أو الفجوة اللي هو عايزة وبالتالي البندج أب بتاعه فعلا نجح وقدر يعمل هجمة على نار ما نتقه تعال بقى نشوف لقطة النادي الأهلي عمل ضغط عالي على طلاع الجيش عمله ايه؟ النادي الأهلي الهجمة معه نادي طلاع الجيش خطف الكورة على طول هنا لعبة النادي الأهلي بدأوا يضغطوا على لعبة طلاع الجيش عشان يمنعوهم من الكورة نشوف تعامل طلاع نادي طلاع الجيش بالكورة ونعمل مقارنة ما بينها وما بين اللعبة اللي أنا كنت جابها قابليها هنا صعب جدا جدا هو يعمل نفس الشكل اللعبة تحاول تلاقي الفجوة على طول اللعبة عمها تضغط ونبص هنا أنا عايز برضو نقف هنا عشان نشوف لعبة النادي الأهلي عاملين المسلسات والمستطيل على لعبة نادي طلاع الجيش ما فيش اي مساحة لتمليه الكورة ونسبت ان النادي الأهلي يستعيد الكورة بسرعة من ان نسبت نادي طلاع الجيش يتحول بالكورة لنص ملعب النادي الأهلي اعلى بكتير وبالتالي قدر النادي الأهلي ان هو يخطف الكورة ويعمل هجمة تاني نشوف الكورة مع النادي الأهلي كورة تروح تنادي طلاع الجيش يحاول يعمل آآ الهجمة او يحضر التحضير بتاعه لعبة النادي الأهلي حيبدأوا يعملوا شكل مختلف خالص عن الشباب في أول لعبة اضغط ومنعوا أنه هو يطلع بالكورة على طول هتلاقي النادي الأهلي بيستعيد الكورة بسرعة فأنا شايف المثل في الكورتين الأخيرتين دول هو اللي احنا عايزين يجب أن يتم تطبيقه إن شاء الله يتم تطبيقه عن المثل اللي أنا جبته فيه اللقطة الأولى في مثل أقرب أو أكثر أرياحية نعم إن أنا ممكن أقرب المسافات من بعض بمعنى إن أنا لما أحس إن أنا تعبان كفريق فريق كله بيرجع يلعب في 30-40 نيار ده في نصف ملعبه أكثر يعني في تلت ملعبه ويعتمد على ده في حالة التعب لأن في الفترة دي فعلا ممكن تلاقي تعب واضح جدا وطبعا الحقيقة اللي أنا جابها يا كابت أسامه وكمان كلامي لا أنا أتكلم فكرة تانية أنا أتكلم عشود الأول طبعا أنا أتكلم عشود الأول ليه لأنني أتكلم عن مبادرة دايما المبادرة هي اللي بتريح الناس السابق المبادرة هي بتريح لإنك اللعيبة وجمهور وكمان اللعيبة نفسها حاسة بالجمهور لأن اللعيبة مثلا إحنا مل إسماعيلي أحرص فينا هدف التعادل في الدية 64 كان معنا وقت وفعلا إحنا عملنا كم هائل من الهجمات والأمانة ربنا سبحانه وتعالي كانش كاتب لنا كل ذات محسن دي بصراحة تؤكد لك تخذت وتلعت آه لا مستحيل من فرق طاهر برضو لا بتعني سبحانه دي مستحيلة دي راح أبجون دي راح أبجون دي راح أبجون كلنا مش كاتب دي مش مش كاتب بس طيب تفضل يا أحمد انت عندك أربع حالات آه الحالات الأولين هنتكلم من الأول على نكمل بس الفيديوهات أول حالة معايا آه بسم الله الرحمن الرحيم بص حضرتك في حاجة يعني دور كده خافي ليه علي معلول في المباراتين الآخرين نعم من اللي بيلعب الكرة ديت علي علي معلول ده الهدف اللي جيه في شباك النادي الإسماعيلي هنا ده الباك تحوله لحاجة اسمها ليفت فولس باك يعني يعني الباك بيتحول كا آه لعب ارتكاز أثناء بناء الهجمة فده هل ده دور تعليمات من المسيماني ولا براعة من معلول ده اللي احنا يعني مش ما نعرف ما ندرش بس في كلا الحالتين الاثنين كويسين سواء تعليمات من المسيماني أو براعة لعب شخصية لعب من علي معلول طبعا بيعمل التمرير الطولي أكثر من رائع لأفشة اللي بيتحرك دايما نحية اليمين مثلا بيلعبها ليه محمد شريف سجل هدف هل الكرة دي جات صدفة لا الكرة دي من الصدفة عشان كيقولت لحضرتك لو كملنا برضو الحالة التانية هنلاقي نفس اللعبة في المباراة الأخيرة اهي برضو أكرم توفيق بيلعب بنكمل ليه عمر السلية بص لما بنلعب من نمسة واحدة علي معلول برضو نعمل علي الزبط هو نفس اللعبة بالزبط المفروض علي معلول يبقى الطرف علي معلول جاي هنا تحول ليه وبيعمل التمرير الطولية قدام اهو نكمل هل ليه بيعمل التمرير الطولية المين لأفشل اللي متحرك برضو نحية الجابها اليمين ليه بوالية اللي بيطع طبعا بوالية قطع حلو جدا ولكن ما كانش فيه توفيق فيه لنهاية الفرصة فالكرة دي متكررة واضح النهاية قد تكون تعليمات من مسماني ان معلول بيغطي بيخش كارتكاس ثالث اثناء بنهاية الهجمة او براعة برضو او شخصية قائد من علي معلول نمي كبير جدا ليه اول حالتين طبعا ده عن النادي الاهلي فيه حاجة مهمة جدا في المباراة بكرة واختر حاجة علينا الدربات السابقة زي ما كريم قال في الدربات الروكنية كمان ناصر منسي ناصر منسي في مباراة سموحة عمل واحدة براسه في القائم حاجة يعني بص ده الهدف طبعا اللي دخل فينا فيه شباك في نهاية كراس مصر الكرة هي اللاعبت ناصر منسي تحرك يعني سرق المدافعين ورحطتها براسه هو مميز اوج الالتحامات الهوائية فمهم جدا 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 ان احنا لازم مين اللي حيمسك بكرة ناصر منسي في غياب بدر بنون ده السؤال يعني لازم بكرة لازم نسأل سؤال يعني لنفسنا النهاردة مين اللي حيمسك بكرة ناصر منسي لازم موسيماني يكون محدد اللي حيرائب ناصر منسي مين فيه اللي لازم يتعامل عليه مانتو مان ناصر منسي وعمر جمال ناصر منسي لو فعلا لو بدأ المباراة بكرة حتى ايه اللي هو على الفورميشن على الطرف اكيد من يوم في المياه لا 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 ده الواحد الكليب يخش الجوه يعني هو غالبا مليون المياه هو هيبدأ يعني هو برضو ناصر منسي واحد من اهم الاسلحة الموجودة فيه فريق طلاع الجيش بس ما تنساش برضو يا سابت ان رجع لانه يطلع الجيش بكرة عامل مرعي عامل مرعي كان موقوف ممطش صنوحة هو محمد ناصر طبعا خلصوا الايقاف وهيرجعوا في مطش بكرة نكامل برضو الحالة دي الحالة التالتة الحالة الرابعة بقى كزا حالة في بعض بتبين الضغط في وسط الملعب اللي هم بيعملوه دي يعني تعتبر بشوفها يعني اختت حاجة في الفرق عندهم بص نكمل هدي بناء الهجم عندنا اهو بص 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 الكرة الاول هتتقطع فين هتتقطع في وسط الملعب نرجع ثواني ده كان في بداية عاملوا علينا ضغط اه عاملوا علينا ضغط بس بسم الله الرحمن كرة اطعت في وسط الملعب وارتدت ليهم تمام الحالة التانية والتالتة التالتة بقى احلى واحدة فيهم يعني شوف التانية نكمل برضو اللعبة التانية بص الضغط اللي هم عاملينه هو تعليماته ليهم انه هو عايز يقطع الكرة دايما استعدته الكرة التانية الضغط في وسط الملعب دي ميزة طلاعية الجيش عشان كده احنا لازم بكرة نلعب من ايه من لمسة واحدة لعبنا لما لعبنا في المجرار اللي فات من لمسة واحدة كان شكلنا حلو جدا الكرة دي قطعوا فيها الكرة وده بقى هنا تحولوا نعم بسرعة ليه من الحالة الدفعية للحالة الهجومية بص ايه نفس الكرة برضو في بناء الهجمة في ضغط في وسط الملعب بص بيجري عليك ازاي بيمنعك ان ان انت تبني الهجمة كمل بص ادي الكرة ايه واخدها بص 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 اول ما قطعت احمد سمير قطع فين قطع في المساحة اللي ما بين المساك والباك دي مهمة جدا يعني دي مهمة جدا ان احنا نركز عليها بكرة ان هو قطع في المساحة ما بين المساك الايصر والباك الايصر بص تلابط عمر جمال قطع لحمد سمير وطبعا الشناو يشال الكرة دي فالكرة دي مهمة جدا ان هو قطع الكرة في وسط الملعب وبعدين يتحوله برضو نفس الجملة اهي هنقف قطع الكرة في وسط الملعب نكمل بصرعة التحول برضو من الحالة الدفعية للحالة الهجومية بص بص الضغط لفوسط الملعب عشان كي اقول لها داك بكرة المباراة سرع بدني اكتر من فني بكرة المباراة بص بص الضغط في وسط الملعب بيدغط وبيتحول من الحالة الدفعية للحالة الهجومية كل الكور انه هو بيدغط في وسط الملعب ويحاول انه هو يتحول من الحالة الدفعية للحالة الهجومية عموما هنشوف بكرة كيف ستسير هذه المباراة بشكركم شكرا جزيلا كريم سعيد واحمد سابت